الأصدقاء العزيزات الصديقات العزيزات مرحبا في البداية أشكر كل الأشخاص الذين أبدوا تضامنهم معي ووقوفهم ضد أي محاولة استهداف من قبل حزب العمال الكولستاني سواء لهوشانكوسي أو لأي كاتب مختلف معارض يعني ذلك التضامن ينطوي على حس إنساني وأخلاقي وثقافي ووطني وديمقراطي بالضد من ذلك التضامن يعني ظهرت بعض المواقف الساخرة أو يعني اللي تستهدفه شانكوسي وتسخر من كلامه شانكوسي ومن هيئته ومن سلوبه في الحكي وفي الطرائق التعبير عن الرأي هؤلاء يمكنني أنا أتقبلهم يعني ضمن الإطار الديمقراطي أنه شخصية عامة والناس تستهدفوا بالسخرية وكذا هذا نعم لكن هؤلاء يعني لا يستحقون الاحترام لا يستحقون الاحترام ممكن يعني أن أقبل في هذا الإطار الديمقراطي يستوجب لكن أن تقبلها شخصا أو أسلوبا بهذه الطريقة وفي هذه الظروف ممكن يعني ضمن الدائرة الديمقراطية والحسن الديمقراطي لكن هذا لا يعني بأنك تحترمه يعني الديمقراطية لا تفرض علينا يعني احترام التفاهة ممكن أن نقبل التفاهة بوجودها كتفاهة لكن هذا لا يعني أبدا بأننا لكي نكون ديمقراطيين ينبغي أن نقبل ونفرض على أنفسنا التفاهة والتهفين وبالتالي لا يسعني إلا شكر الجزيل وعميق الامتنان تجاه الأشخاص الوطنيين الأكراد العرب شخصيات وأشخاص عضيين من من يبدو تضامنهم على السوشيال ميديا أو بإصدار بيانات أو يعني لكن ما لفت انتباهي غياب غياب الأطر النقابية يعني اتحاد كتاب الكرد والصحفين الكرد اللي يوما كنت عضوا فيه يعني سواء كنت عضوا بهذه النقابات أو لو ما كنت كاتب كردي يتعرض يفصح ويقول أنه يتعرض إلى تحديد إلى تشويه إلى استهداف لا نقابة الصحفيين اللي يرأسها الأستاذ الصديق عمر كوتشاري لا اتحاد الكتاب والصحفيين الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد اللي يديره من خلف الستار الاستاذ إبراهيم اليوسف ويرأسه أحمد مش أحمد الحسيني لا عبد الباقي الحسيني لا يعني كل هذه فهمنا يعني الاتحاد الذي يرأسه قادر عقيد رجل أمن رجل مخابرات يعني الأقلوق بيشتغل عند الحزب العمال بيشتغل عند المخابرات السورية تجاهله الشنقزي هذا وارد إنما الأطور النقابية التي يفترض أن يكون لديها موقف يعني الاتحاد المكتب الاجتماعي الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد إذا إذا زوجة شقيق بن عم خالد جارة عبد الباقي يوسف انتقل إلى رحمة الله تعالى بيصدروا بيانا بهذا القصوص طبعا أنا لست بحاجة إلى عندما بدأت مشواري النقدي في نقل تجربة حزب العمال الكورستاني يعني لم أضع في اعتباري لا تهديد القتل ولا تنفيذ تلك التهديدات ولا كل من هذه القصص إنما هذا يعني إبداء الموقف والتضامن مع كاتب في الموزنبيق أو في الأرجنتين أو في أي مكان يتعرض للتهديد والتشويه والتشنيع هذا واجب أخلاقي وواجب ثقافي قبل أقولي شيء على أي حال يعني بعد هذا الفيديو أيضا إذا أصدروا مواقف متأخرة يعني مشكورين ليس موضوعي يعني أبدو أن لم يبدو والمهم ذهنية التخوين والتكفير والتهديد والتشويه والتشنيع إن لم نستطع الحقول دونها أن نقلل منها وحزب العمال الكردستاني طغى لأنه يعني كل شيء فعله يعني لم يقل له أحد لماذا تفعل هكذا في إطار هذا التضامن الجميل والإنساني والعالي والذي يقدره عاليا يعني أنا أتأسف على الذين استهدفهم حزب العمال الكردستاني بصراحة ربما يعني ربما هذا التضامن يجعل حزب العمال الكردستاني يتراجع قليلا ربما يتراجع عن استهداف الكتاب والمعارضين على الأراضي الأوروبية ربما لست متأكدا لكن في هذا المقام يعني هذا التضامن وهذا الحس الوطني والحس الإنساني لو كان موجودا في الأربعة وثمانين ومارس النوع من أنواع الضغط على حزب العمال الكردستاني ربما ربما نجى أنور عطا من جريمة استهدافه وجريمة اغطيالي ربما نجى السمير تشاتينغونجور من عملية الاستهداف والاغطيال يعني وربما نجى محمد شنر من هكذا عملية في تلك لو كان تلك السنوات فيها سوشال ميديا فيها أعلام فيها كذا ربما فكر حزب العمال الكردستاني مائة مرة في استهداف المنشقين والمعارضين وسيذكر التاريخ بأحرف من دم إن أكبر تنظيم أو أكثر تنظيم استهدف أبنائه المنتمين إليه والمنشقين بعمليات التصفية والاغطيال السياسي في تاريخ البشرية في تاريخ البشرية هو حزب العمال الكردستاني حزب العمال الكردستاني تجاوز حتى الحزب الشيوعي السوفيتي على زمن استالين لماذا؟ لأنه على زمن استالين كان الحزب يدير دولة يعني بوزن قارة حزب العمال الكردستاني الآن أيضا يدير شبكة أخطوطية سأتحدث عنها في هذا الفيديو وهل بالفعل اتخذ حزب العمال الكردستاني العودة إلى فترة الثمانينات والتسعينات عندما كان يستهدف المعارضين والمنشقين عنه على الأراضي الأوروبية بالتصفية بالاغتيال بكل القصص التي تعرفونها عن هذا الحزب هل بالفعل الحزب اتخذ هذا القرار وعنى ماذا يستند الشانغوسي بأن الحزب يهدده وتخذ قرار التصفي هذا سيكون موضوع هذا الفيديو نستكمل الحديث بعد رحضات الصورة التي رأيتموها هي لرايف تشيف تشيف مسؤول العمليات الخاصة عمليات التصفية داخل الاستخبارات العسكرية لحزب العمال الكردستاني طبعا هذه الصورة وصلتني من رجابة ومن داخل المؤسسات هناك يعني مع كمية من المعلومات وهذه المعلومات لن أكررها يعني لأنه أنا نشرتها على صفحتي على الفيسبوك وسيكون هناك نسخة من هذه المعلومات أسفل هذا الفيديو اسمه الحركي كمال حكاري أو كمال تشولاميرك أو كمال هكاري يعني بصرف النظر عن الأسماء كان متواجدا في روجفا مارس عمليات اغتيال عديدة لكن نقل إلى كردستان العراق والآن يتحرك بحرية بالتنسيق مع حتى استخبارات يعني مش بتنسيق كامل لكن ذكرت في فيديوهات سابقة أنه استخبارات الاتحاد الوطني الكردستاني قدمت الكثير من الدعم لحزب العمال الكردستاني إلى درجة أنه هذه الاستخبارات باتت مخترقة الاتحاد الوطني الكردستاني بات مخترقا من حزب العمال الكردستاني حركة قوران أيضا مخترقة من حزب العمال الكردستاني وحتى الجيل الجديد حركة الجيل الجديد أيضا مخترقة كل تنميعات وتفريخات حزب الاتحاد الديمقراطي لصاحبه ومؤسسه الراحل جلال طالباني الآن مخترق ربما لو كان جلال حياً معام جلال حياً بعزمه وقوتي ربما حال دون ذلك أو التقليل من ذلك لكن بعد رحيل جلال طالباني وتعرض إلى الحزب لهذه الصورة المهلهلة إلى تيارات ومجموعات وقروبات ولن أستفيد في الحديث عن هذا الحزب مخترق هذا الشخص كمال حكاري بيده لائحة اغتيالات معينة العناصر المنشقة من الحزب والتي تشكل خطراً عناصر ممكن أن تكون شاهدة على عمليات اغتيال عناصر ممكن أن تكون قريبة من مصادر ربما يكون حارس شخصي أو لكن حارس شخصي لمن؟ لقيادي بارز مطلع على بعض التفاصيل الخطيرة والمهمة وممكن أن يكون قيادي بصرف النظر قبل أيام تم اغتيال أحد العناصر المنشقة في مدينة دهوك منشقة عن حزب العمال الكرساني هذا كمال حكاري مسؤول عن هالجريمة طبعاً بين يديه شبكة من العناصر والخلايا يحركها وكذا لكن المعني المكلف المسؤول من قبل حزب العمال الكرساني والاستخبارات العسكرية ومسؤول وحدة الاغتيالات وتصفيات وهذا الشخص كيف وصلني؟ يعني الميوت التركي لم يرسل لي الصورة والمعلومات هذه إنما من داخل حزب العمال الكرساني وصاني طبعاً هذا يعني إنه هناك من داخل الحزب حالة غليان هناك حالة رفض لكن حالة مقموعة ومراقبة ومهما اشتدت المراقبة مهما اشتدت يعني على آلدار خليل أو على مصدوم عبدي أو على باهوس أردال من قبل حزب العمال الكرساني سيكون هناك تسرب تسرب لي المعلومات طبعاً الذي يسرب لي هذه المعلومات أو التي أو الذين أو اللواتي يسربون هذه المعلومات بصرف النظر عن هويتهم أو جنسيتهم أو أعمارهم أو أماكنهم هم يعني بشر وطنيون وحريصون وخائفون على يعني عن مصلحة الكرد السوري وعلى روجاضا وكل هذه التفاصيل التهديدات فيما تعلق بالتهديدات هل قرر حزب العمال الكردستاني نقل المهام القذرة الخاصة إلى الساحة الأوروبية كثيرون يقولون لا يستبعدون ذلك ويتخذون من نقطة أنه سعي حزب العمال الكردستاني إزالة اسمه من لائحة الأرهاب وأنما الكلام الذي يقوله هو شانقوسي مبالغ فيه ولا توجد تهديدات منه ومن هو هو شانقوسي حتى نستهدفه ونحن نستهدف الرؤوس الكبيرة نحن نحارب الناتو أي ناتو أنت تحارب وأنت تكون متحالف مع الناتو وتأخذ من الناتو فلوس وأسلحة مع الأمريكيين أي هو شانقوسي نحن نستهدف هو شانقوسي يعني أعتقد أنه التاريخ سينصف هذه التجربة لوحدي صار لي 11 سنة من 2011 من أكتوبر 2011 وحتى هذه اللحظة وأنا مستعد لخوض وإكمال هذه المعركة ل11 عاماً آخر يعني بوحدي اللي يتحدث عن دولارات وعن علاقة مع الميت مش يحكي حكيه يبرز وثائق يبرز وثائق تخرس وشانقوسي أنه بالفعل هذا في يوم من الأيام تلقى الدفاتر والدولارات والأموال من كردستان العراق ومن تركيا وما إلى ذلك أحد الحمقى والأغبية حتى يعني من العجز ومن التفاهة أتى وتحدث عنه أنه جائزة كتارة للرواية العربية هي شراء من القطريين اللي هو الشانقوسي يا غبي القطريين يعني أنت تشغل مدير مركز دراسات القطريين لازم يروحوا يشتروك إلك يحاولوا يشتروك كما اشتراك حزب العمال الكردستاني وأخرسك القطريين يحاولوا يصلوا إلى مسؤولين إلى قيادات مش يصلوا إلى كاتب يعني ماذا سيستفيد القطريين من هو الشانقوسي أصلا بهذه الطريقة يشوهون الجائزة يعني لا يوجد شيء من هذا القبيل لجنة التحكيم اللي منحت هو الشانقوسي جائزة كتارة للرواية العربية وليست لا علاقة لا بالسياسة ولا بمشاكل حزب العمال الكردستاني ولا بانتهاكات هذا الحزب وكل هذه التفاصيل لكن الصخف والبلاها والبلادة والتفاها تجفع يعني بشخص الذي لا يمتلك منطق المحاججة إلى هكذا حجج تافهة وصخيفة هل حزب العمال الكردستاني قرر العودة إلى فترة الثمانينات؟ نعم بالإضافة إلى التيار الذي يرفض سياسات حزب العمال الكردستاني مع إيران داخل بيجر هناك التيار أو عناصر داخل بيجر يرفضون سياسات حزب العمال الكردستاني لكن مغلولي الأيدي مقيدي الأيدي لا يمكنهم التحرك كانت هناك محاولة في قضية مظلوم عبدي وقصده فصل قصد عن باككا وهذا فيديو خاص هناك سأخصص لها فيديو خاص إحدى قياديات حزب العمال الكردستاني اسمها روكان غارزان سيكون لي موعد خاص فقط من باب الحديث يعني شيء بشيء يذكر روكان غارزان وألدار خليل يرى هذا الفيديو باهوز أردال يرى هذا مظلوم عبدي يرون هذا الفيديو الراحل نوردين صوفي لا يمكن لأنه انتقل إلى العالم الآخر لكن الآخرين وكل القيادات يعرفون ومتأكدون ريدور خليل نوري محمود محمود بدرخان كل هؤلاء يشاهدون الفيديوهات والشنغوسة روكان غارزان بمنتهى الوقاحة بمنتهى الوقاحة وبالحرف ضمن اجتماعات حزبية دامت أيام قالت لمظلوم عبدي ونوردين صوفي كان وقتها حي يرزق قالت يعني نوردين لا يمكنه أن يشاهد لانه في اجتماعات حزبية جرت يعني في الفترة بين 2019-2020 في اجتماعات حزبية جرت في روجافا هذه المناضلة الفاضلة ماذا قالت لمظلوم عبدي ونوردين صوفي ولكل القيادات الكردية السورية قالت لهم بالحرف الواحد سنقلع أعينكم إذا فكرتم مجرد تفكير أن تفصلوا روجافا عن باكك باككا يعني روجافا هي بما معنى ملك من أملاك هناك يعني كالضفر واللحم لا يمكن سنقلع أعينكم إذا فكرتم بهكذا طريقة أو كانت لديكم مشاريع واللي مش عاجبوا ينقلع هذا الكلام كان موجها لنوردين صوفي مظلوم عبدي والآخر روكان قرزان ما زالت موجودة في قيادة حزب العمال الكردستاني وسأخصص لها فيديو خاص من هي وهالتفاصيل إجمالا حزب العمال الكردستاني في فترة من الفترات كان قد توقف عن عمليات الاستهداف الجسدي على الأراضي الأوروبي لماذا؟ لتحسين الصورة تحسين الوجه أمام الأمريكيين أمام الأوروبيين علا وعسى يعني يخرجوا من لائحة المنظمات الإرهابية لأنه الوجود في لائحة المنظمات الإرهابية تربكهم يعني كل فترة والفترة بين الفينة والأخرى هناك مداهمات لمنظماتهم في السويت أو في ألمانيا أو في بلجيكا أو في فرنسا هو يتم وضع اليد على أموالهم وزج ببعض عناصرهم لكن هل هذه يعني هذه مثل مثل القرصات يعني أو أو ضربات خفيفة جدا لا تؤثر في حزب العمال الكردستاني حزب العمال الكردستاني متغلغل داخل الجسد الأوروبي وصل إلى داخل الأحزاب أحزاب الأوروبية عن طريق الأحزاب اليسارية والأحزاب أحزاب الخضر حزب العمال وصل إلى البلديات وصل إلى البرلمانات في الولايات في ألمانيا في الدول الإسكندنافية في كثير من الأماكن يعني حزب أخطبوطي حزب أخطبوطي بكل معنى الكريم ونالك من يشبه حزب العمال الكردستاني بالمافيا ياريت ياريت مافيا أنا بصدق بصدق أقولها المافيا الإيطالية في أزمة كورونا مليارات الدولارات مليارات الدولارات ضختها إلى ميزانية الدولة لإنقاذ الدولة المافيا الإيطالية عندها هي مافيا لكن عندها حس وطني هي حريصة على الدولة حريصة على المجتمع حريصة تضخ يعني أتمنى أن يبلغني ألدار خليل بابي السيستامي وباهوز أردال كمية الأموال التي أخذها حزب العمال الكردستاني من ميزانيته وضقها في روجبا لإنقاذ الوضع المعيشي والوضع الخدمي في روجبا على العكس وينهب روجبا ينهب دماء روجبا ينهب أموال روجبا هذا ما قدمه لنا حزب العمال الكردستاني طيلة مش بس العقد الأخير من 2011 حتى 2022 لا من الثمانينات وهذا السلوك مستمر المافيا الروسية تقدم الدعم للنظام الدولي لمؤسسة الدولة المافيا التركية تخدم تركيا حزب العمال الكردستاني بماذا خدمها الشعب الآن حزب العمال الكردستاني من بدل يخدم كردستان العراق كأقليم فدرالي ينخر ويطعن ويسمم ويستهدف ويخترق كردستان العراق حزب العمال الكردستاني اخترق اقولها وقلتها وكرر حزب العمال الكردستاني اخترقها مؤسسة الروضاو مؤسسة كردستان 24 مؤسسات كثيرة وهم يعني ما يعرفه الأمن الكردي العراقي يعني ليس معلوم لديهم لكن هناك أمور قد تكون ربما خافية هل بالفعل قوة حزب العمال الكردستاني تصل إلى هذه الدرجة؟ نعم وصلت وصلت إلى مرحلة التجسس والآن حزب العمال الكردستاني بشكل أو بآخر يسيطر على قرار الاتحاد الوطني الكردستاني ويسيطر على قرار حركة قران هذا واضح العداوة الشديدة والشرسة والمعيبة والمغزية للاتحاد الوطني الكردستاني للديمقراطي الكردستاني في جزء كبير منها حزب العمال يقف وراء ذلك نفس الأمر ينطبق على حركة قران هذا النفس العدواني والشراص العدوانية لدى هذين الفصيلين السياسيين صحيح هناك موروث تاريخي يعود إلى دور إبراهيم أحمد وجلال طارباني لكن في الفترة الأخيرة لا في الفترة الأخيرة حزب العمال الكردستاني نجح إلى حد كبير في التأثير على هذين التنظيمين السياسيين حزب العمال الكردستاني يتغلغل لم يصل إلى مرحلة السيطرة التامة لكن سيصل وتعالوا وذكروني بهذا الكلام إن بقي موقف حزب العمال موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني أو التيارات التي هناك تيار داخل الديمقراطي الكردستاني يلعب على هذا التناقض هذا ليس موضوعنا بمعنى حزب العمال الكردستاني متغلغل في الجسد الأوروبي في الوسط الأوروبي الوسط الخاصة السياسية ولديه مثلا هنا في بلجيكا الكثير من المؤسسات دارناك في أنتوربن دارناك في الليج دارناك في شارلغوا ودارناك في بروكسل وما كل هالجمعيات والمنظمات الوهمية وفي باريس ومؤسسات ما بعرف رسمية كناكا وبيدو وستوديوهات التلفزيون في وسط أوروبا في بلجيكا كل هذه التفاصيل منها ما هو مرخص ومنها ما هو غير مرخص حزب العمال الكردستاني قادر وجامع حواليه يعني مجموعة من المثقفين والسياسيين المستعدين لفعل أي شيء يعني هذا الحزب بإمكاني لماذا يريد نقل المسألة أو العودة إلى مسألة الثمانينات وهذه معلومات وصلتني يعني لأن حزب العمال الكردستاني ما عادة يهمه مسألة الإرهاب لا لأن ما فعله في روجافا اشترى اشترى الصمت الأوروبي والصمت الأوروبي عبر مسألة داعش والعناصر الأجنبية والآن يحمي العناصر الأجنبية في مخيمات وكذا وبشكل أو بآخر دخل في صفقات ونوع من التفاهم مع المؤسسات الأمنية الأوروبية وبالتالي ممكن أن يستهدف بعض الأشخاص وحزب العمال لا يسأل يعني يستهدف أوشانغوسة في بلجيكا يمكن السلطات البلجيكية تعتقل واحد واثنين وتزجهم في السجون عشر سنوات وبعدين بيطلعون وهي يعني خلاص مناضل قام بمهمة ثورية وطنية وقتل أحد الخوانة نفس الأمر في ألمانيا نفس الأمر وهناك تجارب هناك الآن داخل حزب العمال الكورستاني يعني شيء من التطرف أو الأجنحة المتطرفة تتحدث عن هيبة الحزب أنه يعني هيبة الحزب سقطت نحن نحارب الناتو نحن نحارب تركيا نحن كذا نحن 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 السيستم وهو شانغوسة صار له عشر سنوات يتكلم وينتقد 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 ولا نفعل له شيئا هيبة الحزب سقطت هيئة حزب البعث الكردي سقطت وهي ساقطة فهناك نوع من الضغوطات الداخلية والأمور تدفع باتجاه أن يتم استهداف الأشخاص أنا نشرت مركز ليكولين تحدثت عن مركز ليكولين في فيديو سابق عن الاستخبارات الخارجية والمدنية والسياسية لحزب العمال الكورستاني والاستخبارات العسكرية مركز ليكولين للدراسات موجود في جبال قليل ومرتبط مباشرة بجميل بايك عندما يفرض مقال خاص بهو شانغوسة خوشانغوسة العدو رقم واحد لحزب العمال الكورستاني في الصحافة الصفراء ويروج معلومات كاذبة ويتلقى الأوامر من باس نيوز ومن استخبارات الديمقراطية الكورستانية ومن الميت يعني ما خل بقي الموساد والسي آي اي في هذا المقال وأنا نشرت النسخة التركية مع الرابط وحولت المقال إلى فيديو أيضا من باب التوثيق مركز ليكولين عندما يستهدف كاتبا بهذا القصوص خلاص قرار التصفية تخذ وهذا المقال منشور في 2020 إذن الحزب ينتظر الفرصة الحزب ينتظر الفرصة اللي يعني سقوط هو شانغوسة في كمين في الفخ اللي نصبه حزب العمال الكورستاني القرار التخذ والتهديدات التي تصلني عبر الرسائل والشتائم والإهانات اللي تطاول زوجتي وأخوتي وأمي وشخصي هذه أنا أخجل عن نشري أخجل أخجل من نشري إلى هذه الدرجة من الوضاع والحضيد والانحطاط وصل يعني وصلت إليه جماهير وأنصار حزب العمال الكورستاني ممكن حزب العمال الكورستاني يقول والله مبادرة فردية لا تنسوا هذا الكلام لا تنسوا هذا الكلام مو أحد يأتي يستعدف هو شانغوسة أو يستعدف شخص آخر ويصدر بيان نعي وربما يقولون أنه هو شان كان وطنيا ويمشو في يعني يقتل القتيل ويمشو في جناسته نفس الموضوع في حادثة مشعل التمو وفي حادثة عيسى حسو عيسى حسو تأكد تأكد أنه مخابرات العسكرية لحزب العمال الكورستاني وراء اغتيال عيسى حسو وأنتم تعلمون كمية البيانات التي أصدرها الحزب في نعي عيسى حسو الإنسان الوطني الخلوق الآدمي المحترم الشريف حزب العمال الكورستاني اغتاله أشخاص آخرين دوزدار حموطم تصفيته وبيانات النعي فرهاد دير اكتمل تصفيته وبيانات النعي كل هذه التفاصيل كل هذه التفاصيل أولانك خبرة في هذا القصو ممكن يصدر بيانات النعي كي يبرئوا ساحتهم ويقول أنه صحيح القاتل هو أحد مؤيدي حزب العمال الكورستاني وهو تصرف شخصي لا علاقة لنا به ممكن أن تصدر هكذا دباجة لكن هذا كذب أقولها بالفهم الملآن لا خوفا ولا حرجا ولا حيان أي بيان يصدر من حزب العمال الكورستاني بهذه الصيغة أي تبرير وتبرير كاذب صراح مهلهل محترئ يعني عار عن الصحة إطلاقا أوامر القتل والتصفية تصدر من أعلى هرم في حزب العمال الكورستاني كانت تصدر بن أجلان وقيادة الحزب عندما كان أجلان في دمشق والآن جميل بايك ودوران كالكان يتولاني مسؤولية إصدار فرامانات التصفية إذن هناك نسخ نسخ من كمال حكاري يتحركون الآن على الأراضي الأوروبية يعني باسم آخر ربما كمال آمد ربما كمال بينغل كمال ديرسم كمال ميردين وهكذا يعني عناصر المهام الخاصة والمهام القدرة والتصفيات بدأت تتحرك في الأوساط الأوروبية ويعني قبل فترة استهدفوا شخصا في ألمانيا عملية الاعتداء وصابق يعني هددوا شخصيات أخرى بالقتل أنا يعني أتلقى تحديدات من حسابات وهمية حسابات وهمية يعني على الفيسبوك لكن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحسابات الوهمية أشخاص حقيقيون وليس وهمي التنظيم الذي يقف وراء هذه التحديدات تنظيم حقيقي وليس تنظيم وهمي حزب العمال الكردستاني وضع بيضه في السلة الإيرانية وفي الخيار الروسي لا الأكيد الأكيد يعني هم مع الإيرانيين حاليا هناك اتفاق بينهم مع الإيرانيين ما عادت تهمهم خطابهم الأخير انتقاداتهم للأمريكيين باتت تعلو نبرتها يعني نبرت الانتقاد للأمريكيين والحزب في ربما يعني تطول المدة أو تقصر يعني أنا وأنا يعني أنشر هذا الفيديو وهذا الرأي المسند إلى معطيات وإلى تاريخ الخزب وإلى بعض التسريبات ليس خوفا إنما يعني كي أقول لحزب العمال الكردستاني مثلما أنتم تتجسسون على حيوات الناس وتظنون بأنفسكم وأنكم يعني كالسي آي اي والموساد والميت التركي وكل هالتفاصيل كلها أنتم أيضا مخترقون والآن إذا نزلت إلى الشارع واستهدفني شخص أنا أعلم بأنه من الذي يقف وراءه ربما هذه الفرصة أتيحت لي فرصة أن أتواجد في زمن السوشيال ميديا في زمن المعلومة المتاحة في زمن حرية الرأي هذه الفرصة مع الأسف الشديد وبمنتهى المرارة لم تكن متاحة لأورهان آيدن الذي قام الحزب بتصفيته في مطلع التسعينات أو منتصف التسعينات أو لأنور عطا الذي قام الحزب بتصفيته في في أربعة وثمانين ولشاتين جونجور ولمحمد شنار ولبنفش من قرية شيتكا التي قام الحزب بتصفيتها في في زاب ولشاهين عامودة وللفايق فايق صوفي الذي قام الحزب بتصفيته كل هؤلاء مع الأسف الشديد الفرصة المتاحة لهوشانكوسي غير لم تكن متاحة لهؤلاء من التضامن من يعني محاولة الحقول دون تصفية هؤلاء ناصر حج منصر نجى من التصفية اللي وضع معين لظرف معين هو يعلمه هو يعلمه يعني الآن الآن آلدار خليل معرض للتصفية زاخو فوزة اليوسف معرضة للتصفية من مين كمان يعني هؤلاء كثيرين حتى من العناصر المقربة المخلصة جدا لحزب العمال الكردستاني معرضين للتصفية لإلصاق التهمة بجهات أخرى كمال حكاري هو حسب المعلومات التي وردتني من داخل الحزب أنه هو الذي يعني مسؤول عن تصفية محمد شلبي في حيب اختياري في السليمانية وأنتم رأيتم كمية البيانات التي صدرت والعزاء ولا هور شيخ جنغي يروح يعزي لكن المعلومة تقول أنه كمال حكاري هو الذي يقف وراء تصفية هذا الرجل صاحب مطعم دينيز في حيب اختياري في السليمانية إذن مسألت قتل القتيل والسير في جنازته والبكاء وذرف الدموع ويطلع آلدار خليل ويتحدث عن فرهاد ديرك وعظمة فرهاد ديرك ويعلم أن حزب قام بتصفية فرهاد ديرك يتحدث ربما يطلع آلدار خليل لاحقا يتحدث عن عظمة جوان إبراهيم هو يعلم بأن الحزب قام بتصفية جوان إبراهيم هذا التنظيم الذي يقف قاموس التعريف السياسي والتاريخ السياسي عاجز عاجز يعني أنا عندما آتي وأقارن تاريخ هذا التنظيم بتنظيم مين أسوأ تنظيم سياسي في الحركة الفلسطينية مين مين وديح حداد وديح حداد يعني تنظيم وديح حداد اللي قام بالتصفيات والاغتيالات وكان متعامل مع صدام حسين ومع القذافي وكل هالخصص تنظيم وديح حداد والكلام للأخوة الفلسطينيين نقطة نقطة في بحر تنظيم عبدالله وجلان لجهة التصفيات والاغتيالات وكل هذه القصص حزب العمال الكرستاني سينقل يعني سيعيد إعادة نفسه بالصورة التقليدية المتعارف عليها لبث الرعب والإرهاب في المعارضين أصلا المعارضين اللي بينتقدوا حزب العمال الكرستاني باتوا يعني قلة قليلة تنعد على الأصابع يعني في فترة من الفترات كان هناك كم كبير من اللي بينتقدوا حتى موضوع آخر دمدوم بخير ترجمة نانسي قنقر